بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المودا يا سادة لما منكون في حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من تمام الأدب اللي احنا نقعد في حضرته مقلوبنا زي قعدت سيدنا جبريل لما قعد بين ايدين حضرة النبي وحب يتعلم منه لما قعد فأسند ركبتيه ويضع يديه على فخي زي نجلس جلسة كده التعلم وإحنا النهاردة اخترنا حديث وإحنا قاعدين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا حديث فيه وصل عجيب جدا 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 وصلة عجيبة بحضرة النبي الحديث اللي بيتكلم عن طالب العلم وإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما تعالوا نشوف هيحصل إيه الحديث هو حديث سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب وإن العلماء ورسة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورسوا دينارا ولا درهما وإنما غرسوا العلمة فمن أخذه أخذ بحظ وافر وتعالنا نرجع للحديث من الأول سيدنا أبو الدرداء وكان من أكثر الناس حرصا على العلم الحديث دي بالنسباله يعني يبقى سعادة يبقى فرح ولذلك أنا أسمي الحديث ده هو فرح العلم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث زينة وبركة ونور وفرح لأهل العلم يقول سيدنا أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وكأنه لازم تعرف أنه ده هالجزاء لإحسان إلا الإحسان كما أن العلم بيدخل صاحبه الجنة في الدنيا لازم يدخل صاحبه الجنة في الآخرة ولذلك أنا بأفهم كده من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة سواء جنة الدنيا أو جنة الآخرة ولذلك حديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم إذا مرتهم رياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر واتفق العلماء على أن من أحد تفسيرات حلق الذكر اللي هي حلق العلم فإذا أنت تسير في طريق إلى العلم أنت تسير إلى الجنة إلى رياض الجنة فالذلك لازم نفهم ده كويس جدا 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 يبقى سهل الله له طريقا إلى الجنة في الدنيا وفي الآخرة ويمكن ده وقت لأن الواحد لما بيتعلم يبقى يخاف الجهل ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا وجنة في الآخرة ونكمل مع سيدنا بوريرة وبيروي درر كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن العلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ليه؟ بتفتكر الملائكة العهد الأول اللي كان بينه وبن آدم لما ربنا سبحانه وتعالى فضل آدم وعلم آدم الأسماء كلها مش ربنا سبحانه وتعالى عرض الأسماء على الملائكة وقال أنبيون بأسماء هؤلاء فما عرفوش ثم علم آدم الأسماء كلها إيه اللي حاصل؟ فالملائكة تتذكر فتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع رضا إن إيه؟ إن هو على المسيرة الأولى لآدم مسيرة التكريم والإجلال بالعلم وبعد كده وإن العالم اللي يستغفروا له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان وفي الماء ليه؟ أهل العلم يقولوا في تفسير ده لأنه الخير بتاع العلم بيعود عليهم كلهم على ملائكة في السماء وعلى ملائكة في الأرض خير إيه؟ إنهم التعلم ده بيخلي الإنسان يصبح وعاء من النور اللي ما بتشوفوش الملائكة بتحاول الإنسان العالم إلى وعاء وفي مدد الله بالعلم ينزل فلملائكة ولذلك لما تجد الملائكة مجلس والعلم تتنادى تنادى على بعضها عشان تنزل وعشان كده الملائكة بتستغفر ليه لأنه كان سبباً في أن يروا نور تعليم الله سبحانه وتعالى ولما تعرف الحال دي هتقدر تفهم بقى الجزء اللي بعد كده في الحديث وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائل الكوكب إيه حكاية النور هنا عشان فضل العلماء فضل العلماء والبهجة اللي بتحصل للملائكة لما يحصل التنور والتعلم عند العلماء فيبقوا عاملين زي الأقمار في السماء وحواليها كواكب الكواكب دي تمكن نفهمها لنهي الملائكة بس هو الإنسان العالم بيصبح كالقمر ولزيك حضرة النبي تفهموا بقى لما قال إيه أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم وهتديتم وبعدين نوصل بقى طب والأرض بقى قال لك الأرض تتمني نور نور إيه يفضل نور النبوة إزاي مين الله يورث نور النبوة وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهمة وإنما ورثوا العلم يا سلام ولذلك يسموا العالم الحق اللي صار على طريق العلم بالمنهج الصحيح يسموه وارث محمدي يعني ورث علم النبي صلى الله عليه وسلم وإن زيك قال إيه فمن أخذه أخذ العلم فقد أخذ بحظ وافر وافر من إيه بحظ وافر من ميراث النبوة طب أنا بنقول الكلام دا ليه عشان لازم نسمعه لأولادنا طول الوقت بس مش بالطريقة التلقين لازم نسمعهم لأولادنا كده إن إحنا نفرح بيهم لإن هم نقول للولد ورايح وإحنا في بداية العام الدراسي نقول له كلام مهم جدا نقول له إنت رايح وفي الطريق هتزفك الملائكة فلازم نازم وإحنا بنعيش بقى في بداية عام دراسي جديد إن إحنا نعيش هذا المعنى إننا نعيش مع أحد أهم حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بنتكلم فيه عن العلم اللي بتخلينا ننظر للتعليم إنه هو منحة من الله هبة من الله مدد من الله مش عب ومش واجع قلب ومش مرمطة في توصيل الأولاد رايح جاي لا إحنا راح نزف من تزفهم الملائكة فييجي حضرت النبي ويقول لنا من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وكلمة من سلك هنا بتعني إنه هو العلم الحقيقي العلم بالمعنى الحقيقي مش بس حد يسافر من مكان إلى مكان وكمان تشمل السلوك المعنوي اللي هو حتى في المذاكرة يعني إحنا بنذاكر حتى إحنا سلكين طريق العلم يبقى ينفع الطريق المادي وينفع الطريق المعنوي كمان زي المذاكرة والإراية فكأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو حد ساب بلده وأصد إنه هو يروح يتعلم فده في الحقيقة رايح للجنة مش لازم عشان أروح الجنة لازم أموت شهيد لكن ممكن كمان أروح الجنة كمان وأنا بروح بالشهود إن أنا أشاهد نور الله وهو بيعظم وبيجل وبيبارك أهل العلم عشان ده بينقذ البشرية وينقذ الإنسان من الجهل ويخليك أقرب من الله ويخليك في حضرة مولاك ويدلك على الله من أقرب طريق وممكن على فكرة يكون المعنى كمان إن ربنا زي ما سهل لك طلب العلم وعانك عليه هيسهل لك طرق كثيرة من العلوم والعبادات اللي توصلك للجنة لإنك مشيت في حب ويرضيك سبحانه وتعالى وترضيه وكلمة علمة جاءت ناكرة عشان إيه تشمل كل العلوم يعني ابن الراحل عندسة بنتخرج بس ابن الراحل عندسة برضو داخل في ده وأولادي كذلك اللي راحين في الكليات المختلفة برضو داخلين في ده طب وابني اللي في ابتدائية ورايح حسة العلوم برضو ده حسة الأحياء حسة الفيزياء حسة الكامية كله ده بس بشرط واحد إن هو يكون فيها نفع للإنسان في دينه ودنياه يبقى كل العلوم بقى يبقى كل العلوم من غير أي علم يبقى أي علوم يسعى الإنسان في طلبها يبقى إيه اللي حاصل طالما بتفيد البشرية يبقى أنت بتصير في طريق للجنة وخلي بالكم هنا واحدة واحدة بس نوقف هنا شوي إن سهل الله له طريقا إلى الجنة تخليك إيه يا سيدي تفهم إن الجنة بس مش الجنة لكن ممكن تكون جنة نعيم القرب من الله يعني أنت لازم تفهم إن الجنة مش بس الجنة كمان بتحول إلى رمز تحفيزي في الدنيا فلازم تفهم ده وده وكأنه بيرد على كل أصحاب التدين الكم إحنا عيشنا بقى في فترة كده من السبعينات وكمان شوية بس السبعينات أكتر والتمانينات بقى والتسعينات وانت طالع بيقولوا إحنا لازم نسيب كل أعمالنا وعلمنا ونتفرغ لطلب العلم الشرعي بس يعني نسيبنا من العلم من العلم الفيزياء والكيمياء دلوقتي هتلاقي الناس أصحاب التدين كم يقولك لا إحنا ما قلناش كده أسددكم والغاية دلوقتي فيه منكم بيقولوا الكلام ده عشان بس ما إيه ما إحنا إحنا فهمين لو قلتوا كده إعلنوا أنه يتوبوا إلى الله وإعلنوا كده صراحة أن أنت بتتوبوا إلى الله والكلام اللي إحنا بيقوله ده كلام فارغ ولكن اللي بيتعلم العلم إن الحديث ده يشمل كل العلم لو قلتوا كده إحنا هنحترمكم يبقى طبعا ده ما فيوش مخالفة للنص رسول الله ده دعين كلام رسول الله صلى الله إن كل علم أنت لما تيجي تقيده آه هنا بقى نقولك ما لازم نتفاهم معك بنفس منهجك أنت لو عايز تحصر أنه من سلك طريقا يلتمسوا فيه علما بالنكرة كده يعني علما شرعيا عاتلي دليل جيب لي دليل إنه قال أي علما شرعيا ما عندكش دليل يبقى كل العلوم ولو قلت أنت إن الحديث ده مقصود بالعلوم الشرعية يبقى أنت مبتدع لا يا كل العلوم فعادت النبي هو اللي فهمنا المعنى ده وبينص على إن اللي يتعلم أي علم نافع هو فعلا يلتمس يسهى له طريقه للجنة يبقى يسير في طريق الجنة وهنا عن لقى ده واضح في قولي تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وشوفه بقى تاني أمر من الأمور اللي ربنا سبحانه وتعالى أهدى لطالب العل من التكريم بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يرسنا يعني وكأنه يسير في طريقه الصعب هذا على أجنحة الملائكة التي تعمل على رعايته أعنته في طول هذا الطريق ودور الملائكة في دعم العلم وطلابه واضح في حديث رسول الله عليه وسلم اللي قال في مجالس العلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكين وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة إذا بقوا في حسن وذكرهم الله في من عنده يبقى إيه اللي حاصل؟ يبقى الكرامة التالتة يبقى أول حاجة يبقى إيه الملائكة بتحفه بتحفه يعني بتحصنه بتحفظه أما الكرامة التالتة لطالب العلم لما يستمر في طريق العلم ويصل إلى منازل ودرجات عالية في العلم بحيث يصبح بقى عالم ويتحقق به النفع يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان وفي الماء كل حاجة بتستغفر للإنسان حتى الحيتان في الماء طبعاً كان عندي شوية ملمحات كده تتعلق بهذا السياق ليه الحيتان في الماء؟ تخيل كده إن الحيتان في الماء لإن العلم كالبحر يقول لك سيدنا الإمام الشفع لما أراده يعني يرمزه العلم سيدنا الإمام الشفع يقول لك إيه؟ اللي حاصد إن علم الإمام الشفع وتتلاقي كده وتتلاقي على قبة الإمام الشفع وذلك زمان العمارة كانت فيها فن بديع تعبيري بالأدوات فرسموا أو وضعوا الهلال الذي على القبة في شكل سفينة طبعاً بتتحط فيه الغلالة عشان تأكل الطيور في السماء تأكل الطيور في السماء ده كده في السماء هو وكمان الحيتان في البحر يا أصلي علم الإمام الشفع إزاي المركبة اللي كان بتنور للحيتان في الماء مش بس بتنور للحيتان في الماء ده بتعلم الناس كمان أني العلم ده بحر فلما رمز اللي العلم بكونه بحراً فحست الحيتان في الماء إنه كمان إنه لها شيء من نور العلم فكأنها غريقة في هذا النور فبعدها تستغفر كمان للايه؟ للعلماء وده يمكن يأكد المعنى اللي قلناه في أن العلم المقصود هنا هو العلوم المفيدة للبشر وكأن العلم متعلق بس أن ننسيت أقول لكم هو ليه العلماء بيستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء ليه 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 هما ورثوا مين الحديث في أوله بيورثوا مين قال العلماء ورثتوا الأنبياء بيورثوا الأنبياء طب لما بيورثوا الأنبياء وكأن هذا توطئ لأنهما يورثوا الأنبياء ليه طيب ليه توطئ لأنهما يورثوا الأنبياء أصلهم هنا المراضي العلماء اللي احنا بنتكلم عنهم ورثوا مين ورثوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طب وإيه المعنى في أن ورثوا حضرة النبي قال له لأ ما هو ورثوا من حضرة النبي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فحضرت النبي كان رحمة المين رحمة لكل العوالم عالم الملائكة عالم الجن عالم الإنس عالم النبات عالم البحار عالم الحيتان عالم كل العوالم الحيتان يعني الأسماك كل العوالم دي كان رسول الله رحمة ليها وإيه اللي حصل والعلماء ورثوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ورثوا إيه الرحمة للعالمين يبقى العلماء بقوا رحمة المين لكل من في السموات وكل من في الأرض وكل من في الماء يبقى يعملوا ايه اللي كانوا سبب في رحمتهم على طول يستغفرون لهم يبقى الملائكة بيستغفروا للكل ليه عشان يستغفر كل من في الأرض ومن في السموات يستغفروا لآهل العلم ليه عشان دولة كانوا رحمة ليهم لإنهم مرسوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسواء بقى العلم ده تأين كان علم أصحابه بيحصلوا على ده سواء علوم إنسانية تطبيقية هندسة وطب وعلوم شرعية وكل العلوم علوم جوفيزيقية كل العلوم بيحصل لهم من الاستغفار ده طب ليه أقول لكم ليه لأن الناس بتقدر تتعامل مع العالم وتحافظ عليه بالعلم ثانية واحدة بس فاكرين الله سبحانه وتعالى فضل لما الملائكة استفسرت من الله سبحانه وتعالى قالت له قلوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمه صح؟ وعلم آدم الأسماء كلها يبقى الملائكة الملائكة كانت قضيتها أن الخبرة السابقة لما كانت هناك كائنات أخرى في هذه الأرض أن الكائنات الأخرى أفسادت الأرض بإيه؟ بالجهل أفسادت الماء في الأرض بإيه؟ بالجهل إزاي أفسادت ما في الأرض بالجهل؟ قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها يفسد في الأرض ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فربنا بيّن كرامة الإنسان بإيه؟ وعلم آدم الأسماء كلها فالملائكة حفظت خلاص إن هذا العلم سيكون سبباً من الحفاظ على الكون على الوجود وعشان كده إيه اللي حاصل؟ بتستغفر الملائكة للإنسان ويستغفر من في السماوات ومن في الأرض لأن العلم هو سبب الحفاظ على الكون ويأكد ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم الذي يتعدى نفعه إلى غيره على العابد فيقول إن فضل العابد على اللي هو قاعد يعبد ربنا لا العلم فضله عليه فضل عظيم والخير قاصر عليه فقط لا في مقارنة مهمة جداً بين واحد عايز يقدم النفع للناس كلها بما أكرمه الله سبحانه وتعالى من العلم واحد تاني اختار طريق البعد عن الناس وإنه يفضل أنه يتعبد لله طبعاً فيه العابد العامل اللي اتنين مع بعض لكن احنا متكلم دلوقتي إذا كان عابد فقط ما بيعبدش فيه عالم يعبد الله بإيه بعبادتي وده الكامل ده ولكن المقارنة فضل العالم على العابد كفضل من؟ كفضل القمر على سائر الكواكب العالم كالقمر لأنه هو تعلم نور فبيغطي على كل الأنوار الأخرى في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا حديث تاني فضل العالم على العابد فيقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم يا الله حاجة رتبة عجيبة ليه؟ لأن العالم وارث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده يجي أكبر تكريم للعالم والذين ساروا في طريق العلم إيه بقى أكبر وبازلوا سنوات طويلة من أعمارهم بهذه الدرجة العالية جدا لمحدش غيرهم يصل إليها إنهم يصبحوا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا دراما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر أخذ بحظ وافر من نور حضرة النبي من بركة حضرة النبي وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن المراس ما بيقتصرش بس على الفلوس ولا على القصور إنما المراس الحقيقي هو مراس العلم فاللي عايز يكون وارث من ورثة الأنبياء عليه بطريق العلم علشان يصل في النهاية لهذه المنزلة العالية والدرجة الرفيعة عشان كده بيقول يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ولذلك صدق الشعر لما قال ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه في النهاية العلم بيبني المجتمعات ويخلي الدول أكثر قوة ويخلي الناس تنتقل من الظلام والرجعية إلى التقدم والنضوك والتماسك وهو ده المعنى اللي عبر عنه سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما تكلم وقال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإحنا عارفين أن أول آية نزلت في القرآن كانت إقرأ فالعلم يرفع الجهل ويهدم كل شيء كان يعوق الإنسان في الوصول إلى فضل الله سبحانه وتعالى ولذلك العلم يرفع بيوت بيوت لا عمادة لها والجهل يعدم بيوت العزي والشرفي وإمكان عشان كده كان غياب العلم والبعد وانتشار الجهل علامة من علامات يوم القيامة بيقول حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم وماذا؟ ويثبت الجهل يا سادة هل لكم تلت إجراءات عشان نقدر ندخرج في هذا الفرح وهذه السهادة وهذه السدفة أول حاجة كل يوم اتعلم شيء جديد في مجال تخصصك الحاجة الثانية خليك دايما معك شيء تدون فيه أنا من الناس اللي هوت إن أنا بدون كل حاجة بتعلمها في أي مكان من ذلك مثلا إن أنا بدون الحاجات المكتوبة على ظهر العربيات لو كان فيها أي شيء من الحكم وكان فيه كتاب زمان عمل الأستاذ من علماء الاجتماع جمع فيها كل الأشياء المكتوبة دي وخرج بحاجة لطيفة جدا جدا في الدراسات دي وتفضل حكمة مثلا إن ما زلت متذكرة كتبتها من مكتوبة على ظهر العربي بتقول لا تتعلق بالدايب ولا تعاتي بالعايم فرقت كتير في حياتي اكتب وتعلم من كل حتة في حياتك ايوة تسيب العلم ده الحاجة التالتة والمهمة لازم نحترم المرجعية المرجعية دولة التي نورسوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نحترمهم ونقدرهم وهم لازم يحترموا علمهم ولازم يظلوا يحافظوا على العلم ده ويحافظوا على الاعتدال ويقوموا لإن ده مش مرسهم محدش يسيب الجهل يتفشى مش من حقك انت وارث مراس لازم تورسه لمن بعدك ولازم نتعلم العلم ونتعلم ليه الأدب ومن أهم الأداب ان تعرف العلم مش علمك فلا تتعالى hall لا تتكبر على الناس لازم نحترم طلبت العلم نحترم أولادنا اللي بتعلمه ونحترم احترام الأولاد اللي بتعلمه من احترام العلم ونهاتر ب من احترام الناس لازم نعلم ده و لازم يبقى عندنا إجراء لازم نجعل العلماء هم صفة المجتمع ساعة ما هنعمل كده مجتمعنا هيبقى أرقى ما يكون وأفضل ما يكون وساعتها هنكون في أحسن حال يا رب جعلنا ممن يقدرون ويحترمون العلم على الدوام واجعل العلم عندنا في أعلى المنازل حتى نكون نحن أيضا في أعلى المقامات ونكون ممن رفعهم الله سبحانه وتعالى درجات بفضل تشريفين للعلم يا رب العالمين يا سادة بعد الفصل نلتقي عشان نجاوب على أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا صفحة بن نمج ولا تعسروا ولكن بعد الفصل حضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك وصفحة بن نمج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ببركة ونخصص لها وقت عشان نجاوب عليها لأننا متيقنين أنها مليانة نور وبركة وفتح وتوفيق ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ويمد بيها مجالس العلم وتفضل مجالس العلم باب من أبواب دخلنا إلى الجنة مولانا سبحانه وتعالى أول سؤال اللي عندنا بيقول هو أنا لو قلت الحد في العمرة السلام السلام أمانة للنبي حرام أو بدعة حسبي الله ونعم الوكير ده من أفضل المعاني اللي ممكن نقولها الحد رايح العمرة بالعكس ده مش بدعة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن احنا نبلغ السلام للناس اللي على البعد ومش بس كده ده اتعلمنا أن من السنن اللي رواها في الحديث صحيح ما جاتش في الآية لكن كمان أن احنا نترود في الحديث أن ذلك الشهيد الذي ذهب وذهب فلما وجد ما فيه من النعيم أراد أن يعود ثم يقتل ثم يعود فإيه اللي حاصل فأرسل السلامة لإخواني فإيه اللي حاصل فإرسالي السلام دي من السنن أن أنت تبعث السلام مع حد إلى السنن بالعكس ده مستحب أن أنت تبعث السلام لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أنت ترسل السلام لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بيسلم ما سلم علي أحد إلا ورد الله علي روحي لأرد علي السلام أنا عايز أسأل سؤال الشخص اللي بيقول بدعة فيه ناس بتعشق بتعشق تبديع الناس عارف ليه؟ هو عايز أنا أقول لك والله بجد من غير ما تزعلي هو الرجل عايز أن حضرة النبي يكون انتقل وانقعد صلطنا بحضرة النبي ليه؟ أصل هو عايز يكمل بقى شغل النبوه عايز بقى يحرم ويحل كما يشاء ويقوم ويكمل بدور النبوه فكل ما يوسع بقى فكرة البدعة هو بيشرع أنا أسف أنت لما يجي حد يقولك أن ده بدعة قل له أنت مشرع لأن أنت لو ما جبتش دليل على أن دي بدعة يبقى أنت بتفتات على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ لأن حضرة النبي قال دعوني ما تركتكم إنما أهلك الذين كانوا قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وقال لنا أن سكت عن أشياء أن ربنا سبحانه وتعالى والشرع الشريف سكت عن أشياء لا عن غفلة ولكن رحمة بنا يعني حضرة النبي يرحمنا وإنت يا صاحب أن دي بدعة مش عجبك رحمة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا لازم أقولك الحقيقة يا جايز تفوق في يوم من الأيام جايز الشخص اللي بيقول بدعة ده يفوق في يوم من الأيام بقى هو أنت لما تقول بدعة على حاجة حضرة النبي ما قالش إن هي بدعة أنت كده بتخدم حضرة النبي ولا أنت بتلعب وبتعبس بشرع الله إلا يقول على حاجة ما وردش نص بيها بأن هي حرام أو هي محذورة فهو شخص الحقيقة يعني بيدخل في النهي لربنا النهان عنه ولا تقول لما تصفوا لسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فهو بيفتري على الله طب والحل إنه إيه أنا مش بخوفك على فكرة أنا بقول لك الحقيقة عشان بعض الناس يقول لي هو أنت بتخوفني ما أنا عارف أن أنت جريء على هذا الشرع الشريف على فكرة أنا عارف أن أنت متجرع على الشرع الشريف أنا مش بخوفك أنا بقول لك الحقيقة أما هدايتك دي على الله أنا بكلم الشخص اللي بيقول إن ده إن قاعد يطلق لسانه بالبدعة دائما أبدا وعلى فكرة البدعة ده مش حكم البدعة مش حكم لما يجي حد يقولك ده بدعة ده مش حكم عايز يقول يقول إن ده حرام يقول كده إن ده حرام ويتحمل بقى اسم يقوله إن ده حرام يبقى مفترق بيفترق على الله بالصريح المريح واحد رايح لحضرة النبي فقوله سلم لي على حضرة النبي واحد يجي يقول لي ده بدعة حسبنا الله ونعمل وكيد ده إذا ده أصلا من أفضل السنة إن احنا نعملها أن نسلم على رسول الله سواء نرسل السلام للرسول الله بواسطة أو نسلم على رسول الله مباشرة فلذلك اللي بيقول كده بيقول إن ده بدعة ده والعيز بالله سوء أخلاق على وعلى إنه تجروا على الشرع الشريف لا يا سيدي إبعت السلام مع الناس لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان زمان ما شيخنا يقولوا إن الناس ما حضرت النبي على ثلاث أشكال حتى في زيارة حضرة النبي في ناس حتى بيستحوا من الدخول على حضرة النبي يقول لهم إن مش ده الصح بس هو لما يحس إن هو داخل على الروضة كده وداخل على حضرة النبي ساعات ما بيقدرش في ناس ما بيقدرش أنا هقدر أقابل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأكلمه ففي ناس كتيرة جدا 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 وفي ناس كتيرة ما بتقدرش تروح لحضرة النبي بتسلم عليه وهو هنا بيقدر يسلم عليه آه بس هو واحد رايح لحبيبي فببعت السلام مع حبيبي هل ممكن ده في اللحظة من اللحظات ممكن حد يقول عليه بدعة والله إضا من تمسل بصيرة فيا سادة أرجوكم ما تستجبوش للناس اللي بتتلعب بأحكام الشريعة بكثرة إطلاق الحرام والتبديع بالمناسبة التبديع ده هو اللي ضيق على الناس حبوهم من رسول الله هو اللي ضيق على الناس اتباعهم من رسول الله اللي يجاي بيقول إن ده بدعة عشان أنت تتمسك لا ده هو لما بيكسر من البدعة بيضيع اتباع الناس قلوا إن كنتم تحبون الله آه علامة حبنا لله يا رسول الله فاتبعوني وحببكم الله فاحنا عايزين نوسع اتباعنا لحضرة النبي مش نضيق اتباعنا لحضرة النبي آه فأي حد بيضيق اتباعنا لحضرة النبي أنا أشك في حبه لحضرة النبي الصادق هو بيحب نفسه أكثر من يحب حضرة النبي فيتق الله سبحانه وتعالى وما تضيقوش على الناس ما وسعه الله تخلي الناس تشك في كل حيات طب واللي مش قادر يزور حضرة النبي ما ربنا جعله فرجة تروح أنت منضيق عليه ويبقى السلام على حضرة النبي بيدعة عوز بالله زي واحد يقولك إن انت تدعي إلى غير القبلة تبقى بيدعة يا أخي اتقوا الله سيبوا الناس تذكر الله بالله عليكم ولو سكت من لا يعلم لقل الخلاف اسكت فليأكل خيرا أو ليسبت السؤال اللي بعد كده بيقول لو سمحت أنا بصلي العشة وبجمع ركعتين السنة مع ركعتين القيام وبعد ركعة تويتر هل هذا صحيح؟ لا هو الصاب إن انت ما تجمع الشنيتين في نية واحدة السنة الراتبة للعشاء غير صلاة القيام فما تجمعش السنتين مع بعض ما تجمعش النيتين مع بعض لا صلي العشاء لوحده وصلي الوتر لوحده انت دلوقتي بتصلي الوتر الوتر أعتقد يصلي ركعتين ثم ركع يبقى افصل ركعتين سنة العشاء وركعتين للوت وركعتين الشفع اللي أعطيه بعد كده هتصلي بعد كده ركعة للوتر هو ده الصواب وخاصة إن كمان صلاة الليل مسنى مسنى يعني السنة في صلاة الليل لنوصليها ركعتين ركعتين السؤال بعد كده بيقول لو سمحت لا سؤال بعده اشتريت جهاز عروسة هل أكتب الايمة بسعر اليوم ولا بسعر يوم كتب الكتاب الأسئلة بقى فيها أسئلة الحزازات دي أكتب الايمة في جهاز العروسة بسعر اليوم ولا بسعر يوم كتب الكتاب لا اكتب الايمة بسعر مشتريت بالشعر الحقيقي لهذه الأشياء آه انت عايز تكتب كمان ايمة ما فيش حاجة تم شراءها انت عايز تكتب ايمة ما فيش خلفها شيء تم شراء لا الصحيح بقى ان انت لو تكتب الايمة تكتب الايمة بسعر يوم ما كتبته يوم ما كتبت الايمة ده يوم كتب الكتاب او يوم كتبت الايمة ده يوم ما كتبتها قبل كتب الكتاب او بعد كتب الكتاب يبقى انت تكتب بسعر اليوم اللي انت كتبت فيه الايمة لان ده اليوم ان انت فيه بتقول ان الجزء ده من مهر المرأة لان انت لما بتكتب الايمة بتقول ان ده حق لهذه المرأة يبقى بتكتب الايمة بسعر اليوم اللي انت كتبته فيه يطلع بقى ده يوم كتب الكتاب يطلع ده يوم غير يوم كتب الكتاب تكتبه بالسعر اللي انت كتبته فيه لان ده توثيق للحق اللي عندك انت فالتوثيق للحق اللي انت اولى ان انت تكتبه باليوم ده على فكرة ولو كتبته بسعر يوم كتب الكتاب او بسعر اليوم ليس فيها اي شيء لان دوت انت بتقر بشيء حق للزوجة عليك فلو كتبته بأي واحد من الثلاثة ليس فيه اشكال لكن الاصوب ان انت تكتبه بسعر اليوم اللي انت كتبت فيه الايم نعم السؤال اللي بعد كده بيقول فيه مشاكل بين زوجي واهلي وهو بيمنعني اخد بنتي معايا وانا رايحة عندي امي هل ده حلال؟ هل بيكون هي بيكون نفسها تشوفها؟ انا اظن يبدو ان هو كمان بتكلم عن امامتها اولا المسألة بسيطة ايه عايزة تروح لأهلاء انت بتضرها بتضرها نفسيا فلازم تكون تمتنع عنده لانه لا ضرر ولا ضرر يبقى دي اول حاجة لا تمنعها من سلة الارحام الامر التاني لا تضرها نفسيا لانها نفسيا هتتأثر تأثرا شديدا حاجة التالتة والمهم ان ده ليس من حسن العشرة يعني ده ليس من حسن العشرة ان انت كمان تعلن الانتقام بانك انت تعز بالاهل بان انت تمنع البنت عنهم هذا ليس من شمات الصالحين الانتقام واذا الناس بأذيتهم نفسيا ومنع بنتك عنهم ده ليس من شهم الكرام ولذلك ده لا يجوش شرعا ولذلك لا مش من حقك وان كنت ان انت لو كان ذلك مبررا يعني في مبرر لو كان في مبرر ان انت بتقول والله انا بنتي هناك بتتعرض لاشياء فيها سوء اخلاق بس يكون حقيقي مش وهم مش كدب يعني او ان انت تكون بتقول مثلا ان والله انا بنتي انا شايف اني بنتي بتعمل اشياء حرام هناك او بنتي مثلا هناك من يؤذيها فيبقى الدافع دفع الازى لكن ان انت تعمل الكلام ده عشان تؤذيها ده يكون حرام ولا يجوش شرعا والضرر يزال بالعكس انا عايز اقولك حاجة اللي انت بتعمله ده في بعض الاحيين يدخل في تضييع من تعول حضرة النبي قال ان من اعظم الاسم ان يضيع الرجل من يعول على فكرة انت لما بتمنعها من ان هي تزور جدتها بالمناسبة انت بتبوء بتسيء علاقتها بيك بتفسد علاقتها بيك وتفسد علاقتها كمان باهله فتتحول الى انسان لا جزورة له وتحول انسان حقيقي عنده تعب نفسي شديد وناس كتيرا لدى بتعتبر ان المرض النفس بدل هو صحيح صحيح جسدين ما فيش مشكلة لكن ولا عايز بالله الامراض النفسية اشد فتكا واشد ضرر على الانسان من الامراض الجسدية لانها بتدوم وبتتوغل في الانسان وقد تفسد عليه والدلي على ذلك انه ممكن تأثر حتى على جسده فيا سادة اتقوا الله وبلاش الانتقام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال ادي الامانة لمن ائتمنك ولا تخل من خانك علمك ليس الواصل بالمكافئة لكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصله لازم انت نبل الاخلاق ومكانه من الاخلاق لا تكون الا مع مساوئ الاخلاق حتى لو اساءوا لك واذا كنت انت صعب نفر خليك عاقل فالعاقل من دان نفسه اللي بيرجع ويحسب نفسه فالعاقل من دان نفسه هكذا قال صلى الله عليه وسلم العاقل من دان نفسه وعمل الى ما بعد الموت فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تمنع بنتك من ان تزور اهلها لانك اذا منعتها اوقعتها في الحرج والله سبحانه وتعالى لا يحب هذا النوع من انواع الشدة والتي تؤذي الناس يا رب اجعلنا دايما من الرحماء واكتب لنا الرحمة في كل ما نفعل وكل ما نعمل واجعلنا يا ربنا من اهل الود واجعلنا يا ربنا من اهل التسامح وانزع من قلوبنا الغلة والحقل يا رب العالمين واجعلنا من الطيبين اللهم اننا نسألك انت طيب خواطرنا وتجعلنا من الطيبين الذين تفتح لهم حضرتك يا من انت طيب لا تقبل الا طيبة اجعلنا من الطيبين في كل وقت وحين يا رب العالمين